استكمالا لطرق تخصيص تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج طريقة التخصيص التبادلة ريس بروكال اللوكيشن ميثود شكل طريقة بتتم إزاي لو أنا عندي ألف وباء دول مراكز انتاج والسين والصاد والعين دول مراكز خدمات وفيه أرقام تكاليف غير مباشرة تكاليف غير المباشرة كان فيه أرقام أي أرقام افتراضية حسب ما هنشوف بعد كده في الأمثلة طريقة التوزيع التبادلي من كلمة تبادلي معناها إيه؟ إنه كل مركز خدمة يوزع على كل المراكز سواء مراكز انتاجة أو مراكز خدمات نشوف كده مثلا شكل الطريقة هنا أجا أقول مثلا توزيع سين أنوزع تكلفة سين أروح جاي على سين أجاي على سين ومنزل رقمها وأقول الرقم ده يتوزع على الألف وعالباء وعالصاد وعالعين بعد كده عايز أوزع صاد توزيع صاد صاد كلي رقم وتجمع له رقم كمان من توزيع سين هجمع الاتنين مع بعض يبقى المجموع هوزع المجموع ده على مين أشوف نصيب الألف كام والباء كام والسين كام والعين كام العين أجمع كل التكاليف بتاعت عين وأخذ رقم عين ده وأقول توزيع تكلفة عين أوزع الرقم على كل المراكز على الألف والباء والسين والصاد خلصت كده أوزعت السين والصاد والعين ألاقي فيه أرقام تفتح التاني للسين أعيد نفس الكرة أوزع السين أوزعها على الايه؟ توزيع سين على الألف والباء والصاد والعين طب الصاد إن فتح فيها رقمين؟ أوزع رقم الصاد ده توزيع صاد على الألف والباء والسين والعين أوزع العين اتفتح فيها أرقام تاني أوزع العين على توزيع عين على الألف والباء والسين والصاد وهكذا تنتكرر لحد ملاقي الأرقام دي بدأت تتناقص تتناقص الملاقي الأرقام بدأت بتاعت السين والصاد والآن بدأت تتناقص أروح جاي الباقي بقى وزع على الألف والباقي فقط ده المنطق من الطريقة دي إيه خلاصة الكلمة التبادل إن كل مركز خدمة يتوزع على كل المراكز سواء إنتاج أو هي أو خدمات ونشوف الكلام ده نتكتب إزاي طريقة التخصيص التبادل بناء على هذه الطريقة يتم توزيع تكلفة كل مركز خدمة على جميع المراكز سواء إنتاج أو خدمات باستخدام أساس التخصيص الملائم له مزايا طريقة التخصيص التبادل استخدام أساس التخصيص الملائم لتوزيع تكلفة كل مركز خدمة ده عمر منطقي ده السليم المزاة التانية الاعتراف الكلي وليس الجزء زي طريقة التوزيع التنازلي هنا في التبادل الاعتراف الكلي بالخدمات المتبادلة بين مراكز الخدمات بعضها البعض العيوب عيوب طريقة التخصيص التبادلي لا توجد عيوب لأن بدأنا نتخلص من عيوب الطرق السابقة فأصبحت كلها مزايا يندرج تحت طريقة التخصيص التبادلي يندرج تحت طريقة التخصيص التبادلي طريقتان هما طريقة التخصيص باستمرار دي اللي احنا شفناها في الرسم الكروكي في الشريحة قبل السابقة وتصلح مع أي عدد من مراكز الخدمات إن شاء الله يكون مئة مركز خدمة مع أي عدد طريقة تانية للتنبع من طريقة التخصيص التبادلي طريقة المعادلات وتفضل في حالة وجود مركزية خدمات فقط اتنين اتنين من مراكز الخدمات اتنين بس